ببدايةها بعيدكم وبقالكم ينعاد عليكم يا رب وإن شاء الله بداية عام جديد على الجميع مولود برج الحوت 2020 بتتحدث عن تحولات مهمة على الصعيد المهني ولربما كمان نضطر إلى تغيير العمل وتغيير مجالك المهني أو الانتقال إلى عمل جديد ولكنك ما زلت ببداية العام راح تعاني من بعض التأخيرات أو العوائق ولكن ما في خوف عليك أبدا فأنت متجدد وبتسعى للتجديد وعارف شو بدك وبالإضافة كمان أنه رغم المسافي اللي هون حنحكي عاطفيا رغم المسافي اللي عم شوفها ما بينك وبين الشريك الحذر القلق المخاوف الشكوك الغموض يلي عم شوفه بعلاقتك مع الشريك اللي أنك فارد سيطرتك عليه وفارد كلمتك عليه وكمان كلامك رح يبقى مسموع عنده رغم أنه أنت بتحب أنه الأمور تكون واضحة أكتر قدامك ولكن شريكك العاطفة ما بيعطيك الوضوح التام بعلاقته فيك وكمان لربما تأسس لعمل أنت وشريكك العاطفة كأنه حيكون في تأسيس عمل مشترك لكن 2020 مثل ما قلنا فيها تحولات مهمة على الصعيد العملي وكمان مجالات عملية مفتوحة وكأنه اسمك رح يلمع بمجال عمل معين لكن 2020 بتحمل مع تغيير عاطفي نحو الأفضل التغيير العاطفي لعم نحكي عنه هون تغيير بالسلوكيات تغيير بتفكيرك تغيير بأدائك تغيير بتصرفاتك بعلاقتك مع الشريك فالـ 2020 بتحمل مع الحظوظ الفلكية لأتمام أمر عندك لأتمام أمر إلك ولكن الباقي عندك بتغيير نمطك بالعلاقة مع الشريك وتغيير بعض السلوكيات بالإضافة كمانا فيه شيء أمر بتعلق بأمور عقارية في حلحلة أمور عقارية بانتظارك بالمرحلة القادمة وكأنه هالأمور العقارية كأنك عم بتفكر فيها من ناحية أن تكون بتجمعك مع شريكك العاطفي فهالحلول العقارية ما رح تكون أنك أنت سيد القرار فيها كأنه حتكون مشتركة ما بينك وبين على الأرجح شريكك العاطفي ترجمة نانسي قنقر